يسوق رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين نتنياهو خطته لشن هجوم عسكري بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقول إن ذلك الهجوم سيضمن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب ما يعني بحسب زعمه القضاء على القوة العسكرية لحركة حماس والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع وأضمان أن لا تكون غزة مصدر تهديد لكيان الاحتلال في المستقبل تسويق ردده نتنياهو مرارا منذ بداية حربه على غزة ولم تنجح قواته في تحقيق أي من هذه الأهداف طوال أكثر من أربعة أشهر حيث تستمر المعارك في مختلف مناطق القطاع بدرجات متفاوتة حتى إن الرشقات الصاروخية وكمائن المقاومة ضد قوات ومستوطنات الاحتلال تستمر في مناطق زعم الاحتلال إحكام سيطرته عليها قبل أسابيع غير أن الهجوم المزمع شنه على رفح يصدم بحسابات أخرى تتعلق بالموقف المصري إذ ترى القاهرة أن أي هجوم بري على رفح سيتسبب في تهجير قسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية لا سيما أن المدينة تكتظ بنحو مليون ونصف المليون من النازحين من باقي مناطق القطاع كما يمثل الهجوم الإسرائيلي المحتمل انتهاكاً لبنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وهو ما دفع مصر إلى إعلان رفضها الهجوم وتحذيرها من عواقبة وصفتها بالوخيمة لمثل هذا الإجراء وبالنظر إلى المواقف الدولية المعلنة بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح فإن اهتمام المجتمع الدولي ينصب بالأساس على الجانب الإنساني والكارثة المحتملة إذا اجتاحت قوات الاحتلال رفح وهو اهتمام قد لا يمثل عائقاً حقيقياً أمام خطط نتنياهو ما لم تتطور المواقف إلى وسائل ضغط أكثر تأثيراً على كيان الاحتلال تمنعه من التمادي في العدوان وتحذيره من يوم قريب يحاسب فيه على جرائمه